ربما كان عشق ليز ترس للتمثيل هو المحرك الحقيقي لها خصوصاً أنها ستقود حكومة بريطانيا وتمثل حزبها في أصعب الأوقات السيدة القوية كانت في السابع عشرة عندما لعبت دور رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر على المسرح واليوم ستلعب دورها على أرض الواقع تبدو ترس هادئة مطمئنة لفترة حكمها القادمة تعيد بالإصلاح وترسم معالم سياستها مع خطابها الأول بعد الانتصار لكن عينا من باكينغ هام تراقب الحدث بهدوء فالملكة القاعدة في قصرها والتي أثقلها تعب السنين لن تنسى يوماً أن ترس تحدثت يوماً ضد الملاكية ترس قالت في وقت سابق نحن الديمقراطيون الأحرار نؤمن بتساوي الفرص ولا نؤمن بأن هناك أشخاص ولدوا ليحكم المزيد مع أحمد العناني من الجميع Therefore I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative Unionist Party Liz, come up on fire اختيارها كرئيسة وزراء جديدة لبريطانيا لم يكن مفاجأة لست راس كان متوقعا تتويجها بالمنصب من الليلة السابقة للإعلان الرسمي بعد معركة شريسة استمرت لستة أسابيع بينها وبين وزير الخزانة السابق ريشي سونك انتزع ترس المنصب لكن احتفالها به سيكون قصيرا جدا فرئيسة وزراء تنتظرها مجموعة من التحديات هي الأصعب على أي رئيس وزراء تولى المنصبة منذ الحرب العالمية الثانية ولا هذه التحديات هي مشكلة التضخم وارتفاع أسعار المعيشة لمستويات قياسية معظم البريطانيين وحتى المقيمين في بريطانيا يعانون بشكل مضطرد من ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والبعض أصبح لا يستطيع تحملها على الإطلاق Shana, بالأمر، بالقول I think here in the UK we could have people dine on the streets People will be tufted out of their homes because they literally cannot afford to heat or eat So I think we will see a huge surge of demand for food banks Liz Truss hasn't got a clue what she's doing We're going to see what she's going to introduce this week لكن هناك لا يوجد مواجهة للمشاركة. لن يكون لدينا مواجهة للمشاركات. هذه ليست مواجهة بها. هذه هي مواجهة بها. العالم يستخدمها. ولكن لأييي ، ترسلت مواجهة ما هي مطلقه. التسريبات على تويتر تتحدث أن ليسترس ستقوم بعمل تغييرات في السياسات الاقتصادية أكبر مما يتوقعه الناس وبعض يقول أنها ستجمد فراتير الطاقة في عموم بريطانيا وأخرون يتوقعون تخفيضاً في الضرائب العامة أما حزبياً فعضاء حزب المحافظين يتمنون أن تقوم رئيسة الوزراء الجديدة بلم شمل الحزب الذي تقطعت أوصاله بسبب الفضائح المتوالية لرئيس الوزراء السابق بورس جونسون ليزب ترس هي ثالث رئيس وزراء لبريطانيا منذ استفتاء بريكزيت وهي أيضاً ثالث امرأة تتقلد المنصب في تاريخ بريطانيا الأنظار جميعاً تتجه إليها على عمل انتشال البلاد من أزماتها المتعددة بالصباح العربية أحمد العناني من لندن ينضم إلينا الصحفي محمد شبار ومحمد يسعد صباحاً كهلاً بك من جديد معنا في صباح العربية ثالث امرأة تتقلد منصب رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا لو تحدثنا أكثر عن من هي ليزدراس المرأة التي توصف بالسيدة القوية تارة والهادئة التي تقود الإصلاح تارة أخرى يعني صباح الخير سيهام صباح الخير أستاذ ندين يعني ليزدراس اليوم هي ربما المرأة صحيح الثالثة التي تتبوأ هذا المنصب ولكنها أيضاً تدخل إلى عشرة داونينج ستريت والعبء والحمل ثقيل للغاية على كاهلها على عدة مستويات إن كان داخل الحزب إن كان داخل المجتمع البريطاني إن كان مع الجيران أي أعلاقات مع أوروبا إن كان الحرب مع أوكرانيا إن كان الوضع العالمي المتأزم على أكثر من جبهة ولكن شهدنا الاسترس في حملة انتخابية حادة للغاية وقامت إذا صح التعبير بإعطاء جماهير وأنصار أو الدائرة المؤثرة في حزب المحافظين من أعضائه أطربتهم بما قالت لهم خلال ثمانية أسابيع الماضية من حملاتها ترس اليوم هي شخصية أبرزت قدرتها على التأكل سياسية حاذقة لديها حدث سياسي حاد برأي البعض كيف ستستخدمه هو السؤال الأساسي في المرحلة المقبلة وبسرعة فلا وقت لديها هناك كلام من داخل الحزب أن لدى لسترس ستة أشهر لتثبت أنها جديرة في المنصب وقادرة ويا أستاذنا يا محمد العزيز أنت دائما أهل لتحكي لنا وتشرح لنا بيصير اليوم ببريطانيا طيب اليوم في كان كتير تصرحات وخصوصا على بي بي سي لسترس بتقول أنا لست ديبلوماسية ولا أعتقد بأن أحد يصفني بالديبلوماسية طيب اليوم عقب توليها هذا المنصب منصب رئاسة الحكومة البريطانية الجديدة وبين كل هالتحديات كيف سيكون شكل ووجه بريطانيا الجديد حول العالم أيضا؟ عليها أن تتحول الديبلوماسية ليست عيب في العمل السياسي نعم لسترس تقولها كما هي وهذا شيء أثار أو قوى من جاذبيتها بالنسبة لأعضاء الحزب وأيضا لبعض شرائح المجتمع البريطاني لكن اليوم هي تتمثل بأنها إمرأة قوية وتتكلم بشكل حاد وقاسي ولا تناور أي بشكل أو بآخر ولا تهادن لكن اليوم البلاد بحاجة إلى شخصية ديبلوماسية كما تفضلت أستاذ ندين وهي تمثلت بالمرأة الحديدية مارغر تاتشر التي كانت تقول ومعروف عنها يعني أنها لا تقوم بأي استدارات لكن اليوم إذا سيكتب لها النجاح وحلمها أصبح حقيقة عليها أن تستدير وتستدير على أكثر من مستوى هي قالت أنها لن تعطي مساعدات للناس بشأن مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وفواتير الكهرباء والغاز لكن في الكواليس يقال أن هناك حزمة مساعدات قوية وغير مسبوقة من 100 مليار جنيه استرليني لمساعدة هؤلاء وبالتالي هي هنا تستدير السؤال هو هل يؤثر عليها الناس كي لا تقطع أو تخفض الضرائب أيضا هذه ستحسب عليها استدارة وهي عليها أن تتقبل ذلك وتقول أنها ديبلوماسية رغم ثباتها وقوتها وإدراكها لحجم المشكل الذي تواجهه بريطانيا والذي ليس فقط مماثلا لمشاكل العالم الاقتصادية عموما ولكن هناك جانب خاص لبريطانيا أيضا بعد التذبذب الذي ساد الاقتصاد والثقة بعد خروج بريطانيا من أوروبا ونحن نشكرك جزيل الشكر يا محمد وأيضا يعني كمان نشير بأنه كانت الترس يعني منحازة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وشاركت في حملة بريطانيا أقوى في أوروبا ثم استدارت وغيرت وجهة نظرها واعتنقت طريق البريكسيتيين أو العتاة المحافظين الخارجين من أوروبا دائما في السياسة فن الممكن شكرا جزيلا لك من لندن صحفي محمد شبارو لاسترس من مواليد مدينة أكسفورد وتبلغ من العمر 47 عاما وتنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة كلها من اليساريين انتخبت لأول مرة في عام 2010 نائبة عن ساوت ويست نورفولك وأصبحت شخصية مشهورة بين أعضاء حزب المحافظين بسبب أرائها التحريرية في الاقتصاد والتجارة تعد فالف امرأة تتولى رئاس الوزراء تاريخيا وتلقى بالمرأة الحديدية الجديدة وأسهمت في فرض عقوبات على موسكو والأوليغرشيا الروسية بعد حرب أوكرانيا شغلت عدة مناصب وزارية أخرها الخارجية ولعبت دورا في التفاوض على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما كانت وزيرة للتجارة الدولية قبل أن تصل إلى منصبها الحالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر